مسلسل تولسا كينغ تبدأ قصة المسلسل أبرجل كبير اسمه مانو فريدي ويكون عمره 75 سنة تقريبا لكن هو شخص رياضي جدا ومن بيين علي كبر السن وهو كان يقرأ كتب وهوايا بداخل السجن وكان يطور من نفسه على طول مدة الحبس وهنا نعرف أن مانو فريدي قضى 25 سنة بالحبس أي بمعنى دخل للسجن بعمره 50 سنة واليوم هذا هو يوم الأفراج عليه هو أول ما طلع من السجن يركب سيارة من تضرته وأيضا نعرف أن مانو فريدي هو رجل عصابات ومافيا أو كان هو الرئيس والمسيطر الأول أو كل العصابة لكن لما انسجن اتغيرت الأمور هوايا وهذه السيارة كانت من العصابة أيضا وهم حضروها إليه وبعد ما مانو فريدي وصل للعصابة يشوف أصدقاء وشون هم متغيرين وشكلهم متغير وبعدها يشوف صديقة مقربة اللي يكون اسمه بيد وهو شون صيح الرجل عجوز وصحته تعبان جدا أو من يقعد على الطاولة ويناقص صديقة بيد عن أمور العصابة والأرباح أو هل بعدهم فرضين سيطرتهم أو لا يبدأ ابن بيد يجاوب عن أسئلته واللي يكون اسمه تشيكي وهنان مانو فريدي يستغرب فيسألهم ليش تشيكي هو اللي يجاوب فهم قالوا لي لأنه تشيكي هو اللي يصار رئيس العصابة بعد ما بيده ده ورد حالته الصحية وهنان مانو فريدي يحس بالوضع غير مناسب فيعرف بنفسه أنه ما مرحب به بيناتهم أو كانوا يريدون يتخلصون من عنده بأي طريقة وأيضا تشيكي ضفوا هوايا أعضال العصابة ويدروا إذا يدخل حرب ضدهم رح يخسر لأنه إذا بقى واحدة ما رح يفوز لكن هو قال لهم أنه أنا شيلت التهمة عن تشيكي ونحبست 25 سنة وهنانا نحن نرجع بالماضي ونعرف أنه مانو فريدي ما احترف على ابن صديقة وهو شال التهمة كلها بنفسه لأنه تشيكي بوقتها ارتكب جريمة قتل وهو كان بمسرح الجريمة أو لأنه مانو فريدي حب صديقة بيد هوايا ما احترف عليهم وهو كان مخلص لهم لكن بالنتيجة هم ما جازوا على تعبه ولا على عمره اللي ضعب السجون فقلوا له أنه أكو جزيرة اسمها تولصة وأنت تقدر تروح بنفسك إلها وتكون عصابة هناك على مدع انت الصير المسيطر عليها ونحن رح نرسلك 5000 دولار كل أسبوع فهنانا هو يعصب من كلامهم المستفز وهو يضرب واحد من عيدهم لأنه استهزئ به أو قلل من قدراته وقيمته وبعدها يبدأ يفكر بالموضوع بشكل جيد فيوافق على كلامهم لأنه عرف ما رح يقدر يواجههم الوحدة فقرر أنه يسوي عصابة وبعدها ياخذ حقه منهم وبالفعل يغادر المكان ويتوجه للمطار وبالتحديد المدينة تولصة وبعد ما يوصل من المطار يشوف سائق تكسي وهو يأجرى ومانفريدي يقول له أخذني لأي فندق قريب أقدر أبوت بي اليوم وبالفعل السائق يوافق وهنا ما نفريدي يبقى يسأل عن هاي المدينة ويا عصابة مسيطرة عليها لكن سائق التكسي يقول له أنه ماكو عصابة هنا وإنما أكو محل يبيع المخدرات بس بشكل مرخص من الدولة وهذا الشي يعود الأغراض دوائية وصحية بس ما نفريدي يشك بالموضوع ويقول له الديني لهذا المحل أو من يوصل هناك يدخل للمحل لكن رجل الشرطة يسأل عن اسمه ويسأل عن أمور أخرى ويقول له يدخل لكن بدون متسوعي مشاكل فيروح ما نفريدي للكاشير ويسأل عن رئيس هذا المكان وهناك الكاشير يخاف ويأشر للشرطة على مدهوية أو لموضوعه وبالفعل رجل الشرطة قال له أطلع من نانا لو أصعقك بالجهاز الكهربائي وما نفريدي ينفذ الأوامر ويطلع خارج المحل بس هو يأخذ كوب من سائق التكسي اللي يكون اسمه تايسون وبعدها يرجع يدخل للمحل ويضرب الرجل الشرطة على راسه وهو ضربه بسرعة وقوة عالية بحيث أغمى عالية مباشرة وهناك كل الموجودين بدأوا يخافون فيرجع للكاشير ويسأل عن رئيسه والكاشير يجابه ويقول له أنه من هذا الاتجاه وبالفعل يطلع شخص اسمه بودي وهو يطلع من الغرفة ورافع عيده وكان خايف من مانا فريدي بس مانا فريدي يقول له يلحقنا الغرفة للحسابات وبالفعل بودي يروح ويا للحسابات وهناك مانا فريدي يسأل عن الأرباح فبودي ينطي لابتوب ويشوفه كمية الأرباح والخسائر ومانا فريدي شاف الأرباح رهيبة وممتازة وهذه المدينة وهذا الشي يعود العدم وجود منافسين فهنانا مانا فريدي يقول له أنه أنا رح أكون شريك وياك بالعمل وانت رح تنطيني نصف الأرباح وآن رح أوفر لك الحماية اللازمة وكذلك رح أتعمل ويا مصدرين أبكل فأقل وأيضا أقدر أخذ لك كميات كبيرة أو كل هذا ما أخلي شرطة تحسب عملنا فهنانا يسأل عن أمواله فبودي قل له أنه هنا موجودات هنا وهو يفتح له الخزن أو مانا فريدي يشوف أمواله واية فيأخذ من عدهم مئة ألف دولار أو قل له هذا المكان غير صحيح أنه تخليه مبلغ لأنه بسهولة شرطة تصادر إذا شافت أو إذا سوت حملة تفتيشية فبودي بالفعل يستمع النصاحة ويتفق وياه على أنه يكون شريكة لأنه مانا فريدي يريد يساعد أو بعد ما يغادر المكان يركبه يسائق التكسي تايسون ويقول له أنت رح تكون سائق مالتي الخاص وهذه الأموال تأخذهم ويشتري بهم سيارة جديدة فتايسون يفرح هوايا بهذه الأموال اللي ينتهيها ويقول له أنه أخيرا الدنيا ضحكت لي وهس نشوف مانا فريدي وهو بداخل أحد الحانات فيسويه علاقات اجتماعية وأيضا بدأ يتعرف على الموجودين حتى يبني علاقاته وباليوم التالي يجي تايسون ويقول للمانا فريدي أنه أنا ما قدرت أشتري سيارة جديدة لأن أبو المعرض قال أنا ما أبيع لك وهو طردني ومانا فريدي بسرعة لما سمع بهذا الكلام راح للمعرض وتفهمه يا مدير المعرض وعرف من طريقة كلامه أنه هو يتعامل ويناسب عنصرية لأنه تايسون من ذوي الطبق السوداء وهنا أنا مانا فريدي إلى قن صاحب المعرض درس وهو يضرب على وجهه وصاحب المعرض يقرر أنه بيع السيارة لتايسون وتايسون يفرح بيها هوايا فتايسون يأخذ مانا فريدي برحلة سريعة للمول وإناك يتونسون شوية بس المفاجئة هي أنه يشوفهم شخص اسمه موني وهذا الشخص يكون يعرف مانا فريدي من زمان وخايف من وجوده بهذه المدينة لأنه يدرب مانا فريدي هو يمتلك قدرات خارقة وبعدها يروح مانا فريدي المحل بودي ويسأل عن أرباح اليوم فهو يحاجي ويقترح عليه بأنه أمواله ما يصبح تبقى هيتشي وهو لازم يستغلها بمشاريح ثانية حتى تزداد الأرباح عنده أو ما تبقى على رف الخزن هيتش وبودي يقتنعب كلامه فمانا فريدي يقول لأنه سهتم بهذا الموضوع وبعد ما يأخذ أرباح يغادر المكان ويروح لأحد الحانات وهو يتعرف على الشخص هناك اسمه ميتش وهو ينعجب شخصيته ومن خلال كلاموية مانا فريدي يعرف أنه ميش دخل لسجن أيضا بحوالي خمس سنوات وهو عنده خبرة سابقة بالسجن والمشاكل وهو يقدر يعرف يتعامل وياهن ويقدر يحل هن أو بعضها يفكر بخطة لكن تصير مشاكل وياهبنيا فبهاي اللحظة تيجي صديقتها اللي يكون اسمها ستيسي فما نفرد عن قصة تسوى مشكلة حتى يحكي وياه ستيسي أو أيضا على مدعزم هوياء على حفلة خاصة ويقضون ليلة وياهب بعضهم فستيسي كانت معجبة بشخصيته لكن من تسل عن عمره يقول لها أنا خمس وسبعين سنة فهي تستغرب ويتقرر أنه تقطع علاقته وياه لأنه هو شخص غير مناسب إلها وباليوم التالي تروح ستيسي لعملها فهي تكون أحد ضباط الشرطة وبهاي الحالة يجي رئيسهم ويعرض صور مان أفريدي ويقول لهم أن مان أفريدي صار بهاي المدينة وهو مجرم سابق وخطير لذلك احنا لازم نحوطه أو ناخذ حذرنا منه فهنانا ستيسي تنصدم لأن هي كانت تتحب شخص مجرم فيبقى الموضوع يدور ببالها وبسرعة تتصل بصديقتها اللي تشتغل على قاعدة البيانات فهي تسألها عن مان أفريدي وصديقتها لما تفتح الملف تقول لها أن مان أفريدي متهمة بجريم تيام قتل الأولى هي السبب اللي خلتها يدخل للسجن وعقوبتها كانت 25 سنة وبوقتها رفض أنه يحترف على أحد والعقوبة ما تخففت والجريمة الثانية بداخل السجن وكانت دفاع عن النفس وما تحاسب عليها فهنانا ستيسي تنعجب مان أفريدي أكثر وأكثر وبعدها نشوف مان أفريدي بسبب هويته اللي هي فقطها صلاحية واللي هو لازم يجددها وكذلك لازم يتأقلم ويجي للجديد ويدفع عن طريق الفيزا كارت ويعصب مان أفريدي من كلامهم فأيجي التصال من جيكي بعد ما عرف أنه مان أفريدي صار عنده نفوذ وأموال فهو اتصل علي وقل له أنا ريد جزء من هاي الأموال لأن انت ضربت واحد من عصابتنا بس مان أفريدي عصب علي ويغلق الخط بوجهه ونشوفه بمشهة ثاني شرطية ستيسي وهي تقابل مان أفريدي وتقول لها أني أجيت هنا حتى أقول لك أنه أنت لازم تكون على حذر لأن الشرطة وصلتني أنه أجي أبلغك بإنذار أنه ما تسوي أي مشكلة فهنانا مان أفريدي يستغل عاطفة ستيسي ويقول لها أني هنا أدور على بنته بس وهي تركتني من دخلت للسجن وأنا كنت ما أشوفها وأرفض مقابلتها على مد ما تشوف أبوها مسجون فستيسي ينكسر خاطرها وتقول لها مو مشكلة أبقى بالمدينة بس لا تسبب المتاعب وتغادر المكان وبعدها نشوف مان أفريدي يتفقوا يا مجموعة من تجار المخدرات وهي أنه ينطو كمية مخدرات كبيرة وعينات هواية وهذا الشي يعود أبوه قابل أموال قليلة لكن هو يقول لهم أنه إحنا رح نكون عندكم زبائن دائمين والسحب رح يكون من عندكم بشكل يومي وبالفعل هم يوافقون على فكرته وإحنا هنا بودي شوف قدرة مان أفريدي على التفاوض وينعجم بشخصيته أو بعدها يرجعون للفندق ويجربون العينات أو كان حارس الفندق منتظر مان أفريدي حتى ينطي الطرد أو نعرف أنه هذا الطرد من شركة توصيل وهو بي رقم بنت دينا لأن دينا كانت ترسل لأبوها وهو بالسجن وهو أخذ الصناديق وانطها الشركة على متستخرج رقم المرسل أو بالفعل قدروا يبحثون عن الرقم وينطول مان أفريدي فمان أفريدي يتصل على بنته بس يطلع لها زوجها ويقول له أنه دينا ماتي تتوصل وياك وبهاي اللحظة مان أفريدي ينقهر هوايا ويكمل مكالمة ويقول لها أنه يا بابا أنه نريد أسمع صوتش فقط فهي تحط شوية شوية وتغلق الخط أو هل سنشوف ماني وهو يتصل على صديقة ليكون اسمه آيدي وبدأ يسأل عن حقيقة وجود مان أفريدي بهذه المدينة فآيدي يقول له أنه مان أفريدي رح يبقى بهذه المدينة لأنه هو رح يأسس عصابه هنا وماني لم يسمع بهذا الكلام يخافه هوايا من وجود مان أفريدي لأنه هو يطل بثار بالماضي أو يعتقد أنه مان أفريدي يأتي على مديقة له أوي أذي وبمشهد آخر نشوف استيسو هي محاصرة أحد منازل المجرمين أو كانت هي والشرطة متواجدين دائر ما يدور المدينة وهذا الشخص يكون اسمه دايموند ومن يشوف أنه ماكو مهرب من الشرطة ومن كل مكان محاصرينه يهرب كلابة خارج المنزل وهو يفجر البيت ويموت هو وكل شي خصه وبعدها مان أفريدي يشوف أحد المشاريع الناجحة واللي هي عبارة عن نوع من المخدرات يخلوه بداخل نفاخات أو سعرها خمسة دولار فقط أو ممكن الشخص يبيح بضعف سعرها لأن الطلب عليها قوي مان أفريدي يسأل عن بقية التفاصيل من بودي وهو يروح للحانة مال ميتش ويقترح عليها هاي الفكرة وبالفعل ميتش ينفذها وهو يخلاه ونفذها بالحانة مالته وبمشهد ثاني يشوف مان أفريدي هو سوق سيارة ويسوي اختبار القيادة لكن اللي يصير هو العكس تماما فييجي الشخص ويرمي على مان أفريدي وعلى شرط المرور اللي يختبره واللي يكون اسمه بول لكن بول هو يتأذى بسبب هذا الرمي فيدخل للمستشفى ومان أفريدي يشك بعصابه تشيكي ويتصل عليهم بس تشيكي يأكد له أنهما ما لهم علاقة باللي صار فهو بدأ يدور عن السيارة فهو ينطلق من السيارة الخلف البول باعتبار أنه ضابط بالمرور ويقدر يحدد موقعها وبالفعل قدر بول أنه يحددها بس نعرف أنه اللي ضربهم هو نفسي تماني وهو حرقها حتى ما يحصلون شي منها لكن مان أفريدي راحلها وبقى يبحث بشكل أدق وهو قدر يلقى شعار ويشوف تايسون ويقول له أنه هذا شعار المزرعة معينة فمان أفريدي يطلب من عنده أن يودي لهذه المزرعة وبالفعل لما يروح تطلع مزرعة خيول أو من يحكي يا صاحبة المزرعة ما يشوف شي مريب بس هو كان يراقب من بعيد اللي يدخلون لهذه المزرعة وأيضا كان يراقب اللي يطلعون منها ولما ييجي ليه يشوف ماني هو طلع من عندها ونعرف أنه ماني سابقا كان عصابة شيكي لكن هو حاليا أنظم العصابة رجل عنده جنون العظمة وهو يحب يسيطر على كل شي وهذا الرجل اسمه كيل فمان أفريدي لحق ماني البيتة وهو يعرف مكانه وباليوم التالي يقتحم بيته ويهدده ويقول له أنت منه أمرك يتسوي هيكي ويقول له معقولة شيكي هو اللي أمرك بس ماني برر موقفه ويقول له من زمان تركت هاي العصابة بس أنا عبالي أنت إجيت هاي المدينة على موت تقتني وأنا اضطرت أنه أسوي هيكي فماني فريدي يفهم الوضع ويقول له أنه أنا ما رح أقتلك بس رح أطلبه قذين وبالفعل ماني يوافق على كلام ماني فريدي وبعدها ماني فريدي غادر المنزل وبهاي لاثناء نشوف ميتش وهو نفذ خطة ماني فريدي واللي هي المخدرات بدخل النفاخ وكان الربح عالي جدا لكن تصير مشكلة ويجون اثنين من رجال كيل ويقول لهم أنه هذا المكان خاص بينا وانتم ما يصار يتبيعون شي بس ميتش وبودي اجهلوا كلامهم وهم يكملوا عملهم وبهاي لاثناء هذول الرجال يتعدون على بودي وميتش وهم يأخذون أرباحهم ويأخذون البالونات أيضا وبعدها يروحون الماني فريدي ويسولفون لعن اللي صار فماني فريدي قرر أن يسوي مشكلة أكبر من هاي وكلهم ميتش وماني وبودي ورجال اثنين يشتغلون وياه وكذلك يجمع رجال تجار المخدرات فيأخذوهم وتسرعدهم عصابة صغيرة وهنا كان تايسون وياهم لكن ابو تايسون يوقفهم ويقول لهم أنه أنا ما قبل ابني يشتغل بالعصابات وهو كان كلش مزعج من اللي صار لكن يقول هاي المرة أنا راح أساعدكم وأجي وياكم تأبني ما يتأذى وبالفعل هو يروح وياهم ونشوفهم هم يدخلون على رجال كيل وبسرعة يبدون يضربون بيهم وبالفعل قدروا يتغلبون عليهم ويرجعون أموالهم والبالونات وياهم وبعد ما ينتهي النزاع ابو تايسون يقول لابن القرار إليك إذا تحب تبقى بيناتهم ما عندي مانع لكن يتذكر دائما أنه بيت أبوك مفتوح إليك وبعدها يجي اتصال المانفريدي من أخته وتقول لها أخوها تعبان وعلى فراش الموت وهو كان يريد يحكي وياك فمانفريدي يحكي وياه أخوه هو تعبان وهنا يدوس على قلبه ويغلق الخط وبالفعل وراء الساعات يوصل لخبر وفاته فيروح للمدينة الثانية ويحضر عزاء أخوه ويشوف أخته وبنته وهو كان كلش مشتاقلهم بس فجأة يجي اتصال من جيكي ويقول لها أنت ليش بالمدينة فمانفريدي يقول له أنا هنا حتى أحضر وفات أخوه بس جيكي يقول له مرة ثانية لا تدخل للمدينة إلا تاخذ موافقتي لأن أنا هنا رئيس العصابة ويقول له أنه أني حتى الصحية تعبانة بالمستشفى فمانفريدي عصب من تصرفات جيكي لكن هو يجاهل الموضوع وهو يروح صديقه بيت بس يلقى نايم ويغادر المستشفى أو بعدها غادر المدينة كلها ورجع للمدينة تيلس أو بعدها سمع تايسون أنه ألقوا القبض عليها بسبب رجال كيل وجماعته وهذا كان رد اعتبار جماعة مانفريدي فكيل ما اكتفى بتايسون فقط أو كانت عند جماعة بالشرطة على معارفه يستغلون ضعف تايسون ويقولون أنه أنت لازم تفتح تليفونك وبالفعل تايسون يفتح تليفونه لأنه محتاج يتصل على مانفريدي ومن خلال المحادثات يلقون القبض على بودي أيضا لأنه مشترك بهاي العصابة وبعدها يغسلون الميتش أو كانوا يريدون يلقون القبض علي بس هو ما تجاوبوا يهم بسبب خبرته السابقة اللي كان يعرف اسلوبهم فيقول لهم أنه أطلقوا صراح تايسون لأنه ما عنده أي تهمة وبالفعل هم ينفذون كلامه وتايسون يطلع من السجن أما ماني فيروح يسأل عن عصابة كيل ويعرف أنهم عصابة خطيرة جدا وإلى سوابق بالقتل فهو خاف من عندهم هواية وهم مطلبهم كانوا أنه يريدون المخدرات اللي بيحها على شكل بالونات لأنه هذا المشروع ناجح وجديد على الساحة ومحاك أن يشتغل غير جماعة مانفريدي وإهنان يجي اتصال المانفريدي من ستيسي وهي تقول لا تتورطوا يا عصابة كيل لأنهم عصابة متمكنة من كل الجهات وخاصة متمكنة بالشرطة وهم عدهم معارف قوية ومسيطنين عليها بالكامل وممكن يأذوك ويأذون عائلتك وهو يقول لها لا تقلقين بشيء هذا الموضوع أو بعدها نشوف بمشه الثاني مانفريدي هو يروح البنت أثناء عملها هي كانت تتحول أنه تجاهله لكن بالنهاية تعترف الأبوها وتعاتبه وتقول له أنه أنت بالسجن أجد تجمعه وعذبتنا أنا وأمي وتكمل كلامه وتقول له أنه أنت رفضت تعترف عليهم وتركت عائلتك من سنين طويلة والتزمت بأصدقائك وهذا تريد ترجع لعائلتك فيامانفريدي أنت يجهت بوقت متأخر فهو يفهم من كلامها أنه أحد رجال بيد أخذ اللي يريده منها أو بعدها هي تعوفها وتغادر وهو يعرف من كلامها أنه صديقة بيد أذى عائلته فيروح للمستشفى ويهدده وكان على وشك أنه يقتله بس يكون بيد ما يعرف عن شنو ديحتي أو مانفريدي هنا يعرف أنه بيد ما لا علاقة أبدا أو بعدها يقدر من خلال معارفة أنه يعرف من اللي يسويه شب عائلته واللي هو مواحد من جماعة تشيكي فيروح لتشيكي ويقتحم المكان ويبدأ يضرب هذا الشخص هوية أو بالنهاية ومن حرقت قلبه على بنته وزوجته يحرق وجهه ويدمره ويضربه آخر ضربه على قلبه واللي هي تكون ضربة قاضية وهي قتلته وخلتها يموت أو من بعدها تشيكي يضوج من تصرفات مانفريدي لأن شونو دي قاتل بيهم واحد واحد أو لازم يموت قبل لا يموتهم كلهم وهو يقول لأبوه عن هذا الاقتراح بس أبوه ما قبل أو قلب مانفريدي ضحب نفسه ودخل للسجن نيابة عنك وما يصير هي تتود للجزاء فهنانا جيكي يتنرفز من كلام أبوه وهو كان يعتبر رجل كبير ابسن الخرف فقرر أن يسوي خطة بنفسه بس هاي الخطة ما تنتهي على خير وابنشاء الثاني يشوف مانفريدي هو حاول يتصل على بودي لأن المحل ماته مغلق وكذلك رقمه مغلق فهو يقلق عليها هواية أو يتصرف بنفسه وبعدها نشوف الضابطة ستيسي وهي تتفق وحده سمع روكسي أنه تنطيها معلومات كاملة عن عصابة مانفريدي وتقول لها أن عصابة مانفريدي اتبيع المخدرات أو كيلا يريدون هاي المخدرات وتكمل لها التفاصيل الأخرى وتقول لها أن هاي العصابة خطيرة فالشرطة تتخذ مجراها وتلقى القبض على بودي بس هما ما يلقون شي بالمحل لا من أموال ولا من بضاع المخدرات وهذا الشي يمحي غلطة بودي لكن مع ذلك يخذوه على مودي حققه نوية وبعدها نشوف دينا بنت مانفريدي وهي تتعرض المكالمات تهديد هواية وهي كانت متوترة بسببهن وتقول لأبوها عن هاي المكالمات فمانفريدي يهديها ويقول لها أنا رح يهتم بهذا الموضوع وبالفعل يجر اتصالاته ويتفق ويأصابة شيكي أنه يلتقوا هياهم وينهى هاي الخلافات بس هم ما يأكدوا له أنهم ما يتقربون البنته أو عائلته وهو قال لهم حتى لو احنا اتفقنا على التليفون أنا أريد أشوفكم واتفقوا إياكم وهي سنشوف كيل هو يتفق ويا الشخص حتى يقتل مانفريدي وهو أهدد بمقابل أطلق صراح حبيب تاروكسي فهنانا يوافق على كلامه وبهذا الوقت مانفريدي كان يميتش ويتفق وياه على مشروع معين لكن يصرح ليهم هجوم ويبدون يضربون أيضا ويتمكنون منه أو بعد ما يعرفون أنه تابع لأصابة كيل يدفنوا ويرسلون صندوق بقميصة بدمر بالدم وهذا رد اعتباره لهم أو كانت روكسي حبيبة هذا الشخص تحبه هواية لكن من تشوفها مات تنهار علي فهم يطلقون سراحة لأنه صار واضحة تعبان جدا فهي أول ما تطلع تتصل بالشرطية ستيسي وهي تنطيها أخر الأخبار فستيسي تنصد من اللي سمعته وهي تروح يامها وتشوف روكسي منهارة من البيتشي أو بعد ما تأديها قالت لها إذا قدرت يجبين لابتوب الخاص بكيل نقدر نرجع لك حقك ونقتلك الدامتش ولازم أنت تجسسين بحذر وتجبين لابتوب أو بالفعل هي توافق وهي تدخل البيت كيل وبقت تدور عنه وهي كانت تريد تاخذة لكن أول ما بدأت تاخذة كيل يحس بيها فيجي للغرفة ويشوفها وهو عرف أنه هي راح تأذي لذلك قرر أنه يقتلها حتى ما تسبب لمشاكل أو بعدها دينا تتصل على أبوها وتقول له أنه مشاكلك بدأت تلحقنا واليوم يجوي ناس مجهولة وضربوا زوجي فهو يوعدها أنه راح يحل الموضوع أو يغلق الخط وهو يتصل على عصابة تشيكي وهددهم أنه ما يذون بنتهم بس هم ما ينكرون هذا الشي ويقولوا له أنه إحنا ما مساوين شيء زوجها ومو إحنا السبب وحاولت تبحث عن صاحب السبب وهم يغلقون الخط لكن بالحقيقة أنه شيكي هو اللي اعتدى على زوج دينا بس بشكل مقنع وهسا يشوف استيسي وهي منتظر روكسي لكن تتأخر عليها فتضطر أنه تتصل هوايا لكن الصدمة من تسمع صوت كيل هو يضحك وتعرف أنه كيل قتلها فاستيسي تعصب هوايا أو بعدها نشوف مونفريدي هو يروح المزرعة الخيول أو يعتني بحصانه فتجب نهي اللي هي المسؤولة عن الخيول وهي تنعجب شخصية كارزمة مونفريدي فتعزمة على العشاء وبالفعل هو يوافق بدون أي تفكير أو بعدها نشوف جيكي بأحد الكنائس هو منتظر الراهب حتى يسولف له على أبوه وإشان تعذبه بسببه ويقول لأنه أني كان عندي حلم أنه أني أكون ضابط شرطة بس بسبب أبوه أنه صرت إنسان منحط ويكمل كلامه وبدأ يحشي على أبوه لكن الراهب يصابره بس شيكي ما يقتنعه يرجع للبيت وهو بدأ يعتنب أبوه يغسله كالعادة بس لما يذكر طفولته يغنق أبوه غرقا وبمشهد ثاني شوف مونفريدي هو يناقش بودي ويقول لي لازم تفتح مصدر دخل ثاني لأن المخدرات صار أمر مشكوك بيها فهنان بودي يفاجأ ويقول له أنه أني أساسا أشتغل بتهكير عملة البتكوين الإلكترونية وأربح من عدها ألف دولار يومية وأكثر من هيش مبلغ فينعجب مونفريدي بكلام وذكاء بودي وهو كان سعيد لكن السعادة ما تدومه هوايا فيجي خبر وفاة صديق أبيد وهو يحزن علي كلش بس هو ما يروح للعزاء لأنه راح تصر له مشاكل ويا ابنه شيكي أو بعدها نشوف مونفريدي هو يدرب رجاله على رمي السلاح أما ستيسي فنشوفها ويتحقق ويكيل بشأن موت روكسي بس هو ينكر كل شي ويقول لها أنه أنا ما سامع بهذا الاسم أطلاقا أو بعدها يرجع للبيت لأنه ماكه يدليل علية وبهاي الأثناء ستيسي سوى اجتماع بين أعضاء الشرطة وتبلغهم بالموضوع وشون هي راح تتصرف لأن هي تريد توقع كيل لكن ماكه دليل ضده فهم مقترحوا عليها أنه يقتحمون منزله ويأخذون اللابتوب أو بالفعل هم ينفذوها أو قدروا أنه يقتحمون المنزل ويأخذون اللابتوبه أو يطلع عد كيل أموال فائضة وأيضا أرقام خيالية وفوق كل هذا هو ما مسجله بالقانون فيعتبر مجرم بجريمة غسل الأموال أو هسن شوف كيل هو هارب من الشرطة لأنه يريد ينتقل من مانفريدي بس الوضع ما كان يساعده فهو يتصل على معارفة بالشرطة ويطلب من عدهم أن يلقون القبض على مانفريدي بأي تهمة أو بالفعل هم ينفذون كلامه بس مانفريدي يكون أذكى منهم ويعرفهم وهو أعددهم إذا يسوون أي شيء هو راح يكسن رجليهم ويرجحهم الأهل هم جثث أو بالفعل هم يخافون فيتركون هاي المهمة وبعدها نشوف استيسي وهي من تظر مانفريدي ينباب بيته ومن وصل تقول لي أن كيل أنتهى أمره وقدرنا أن نحصل الدليل ضده وحاليا نحن بمرحلة البحث عنه فهو يفرح من كلامها لكن هي تسأل عن الابنين اللي يسهروا إياها بس يقطع حديثهم كيل وواحد من رجاله يجون بدرجات نارية وهم يضربون عليهم أطلاقات ناري فاستيسي هنا للأسف تنصاب وتتأذى ومانفريدي يقلق عليها وبسرعة يأخذها للمستشفى وهو بدأ يرعاها ويحافظ عليها ويتم التحقيق قوية بس للأسف كالحادة المحققين فشلوا وما أخذوا معلومات منه وبعدها يوصل المحامي فيطلع مانفريدي من السجن لأنه ما عنده أي مشكلة وهو يروح يمس تيسي ويشوفها أنه هي صارت بصحة أفضل فيطمن عليها ويهديها باقة وارد وبهاي الأثناء يجي التصال من شيكل مانفريدي ويطلب من عنده أنه يلتقي به بمدينة تيلسا ومن يوصل شيكي ورجاله مانفريدي يرزله ويغلط عليه ويقول له أنه أنت ما مسموح لك تدخل المدينة وهو يرجع يعامل مثل معاملته إلا بداية المسلسل من مانفريدي حضر فتحة أخوه ولما شيكي أمره أنه لازم يطلب إذنه يلا يدخل لهاي المدينة ومو بس هيكي وإنما مانفريدي عرض عروضه على رجال شيكي وخلاهم ينضمون الجانبه ومانفريدي يكمل كلامه ويقول له أنه أنا جنت متحملك على مود أبوك لكن أبوك ها سمات فأني مريد أشوفك بعد وبعد هنرجع بالماضي شوية ونشوف شيكي وماني وهم كانوا يعذبون رهينة عندهم أو كانوا يضربوه قوي أوك واحد بيهم يضرب ضربة قوية ومؤذية فشيكي استقوى ورح جاب شعلة نار وحرق هاي الرهينة بس ماني ما تحمل المنظر واتصل بمانفريدي وبالفعل مانفريدي يوصل بسرعة وينقذ هذا الرجل لكن السوء الحاضر البيت يحترق بسبب هاي الشعلة فهمت كانوا يدورون عن مفتاح القفل على مود يحرروا لكن للأسف هم مالقوا وإنانهم مانفريدي قرر أنه يقتل هذا الرجل ويخلص من عذابه وبالفعل يسويها فتلقي الشرطة القبض على مانفريدي وبوقتها انسجن 25 سنة ولهذا السبب ماني كان خايف من مانفريدي لأن إليه يدب هاي الحادثة أو بالمشهد الأخير ينشوف دوريد وهو يروح ينبودي ويطلب من عنده أنه يخترق حسابات كيل أو بالفعل بادي يوافق ويقول له أنه هاي الأمور سهلة عندي فينفذ طلب مانفريدي وهو يخترق كيل من حساباته ومحادثاته وأموره هو يتروح منه فهو ينجن وبدأ يضرب باللابتوب ويعرف أن مانفريدي هو السبب فقرر أنه يهجم عليهم بشكل علني أو يقتل مانفريدي وإهنان مانفريدي كان متحضر لليهي شردت فعل أو كان محضر كل رجالة بداخل الحانة أو كيل ورجالة دخلوا عليه وإهنان بدأ رجال مانفريدي بالضرب والقتل وبالنهاية رجال مانفريدي هم اللي فازوا بهذه الحرب بسبب ذكاء مانفريدي والخطة مالته وهو يقدر يقتل كيل على إيده وينهي أمره تماما ويفرحون هوايا لأنه أخيرا اتخلصوا من عدوهم اللدود وبدأ مانفريدي بحياة جديدة وبناته وأحفاده صاروا بجانبه وأيضا صديقته صاحبة المزرعة كانت وياه والأمور كانت عالية عندهم جدا والحياة حلوة وياهم لكن اللي يصير هو العكس تماما بأيام قليلة وانشوفي ستيسي وهي خرجت من المستشفى والضابط يقول لها أنه أنت مفصولة عن عملك لأن انت جنت تواعدين رجل مخدراته مجرم كبير لكن انت عندك حل واحد وهو أنه تساعدين حتى نقبض عالية وانت ذا ساعتين احنا راح نرجعش العملك فبالفعل هي توافق وهي تروح لمانفريدي وتقول لها أنه أنا أصفى عن اللي راح يصير ورجالي الشرطة كانت كلها تحاصرة فيرجعون ويرقون القبض عالية وللأسف يرجع مانفريدي مرة ثانية للسجن وبنتت انهار ابن البتشي لما سمعت بهذا الكلام لأن هي كانت تحب أبوها هواية ولهنانا تكون نهاية المسلسل تقدرون تتابعون قناتنا الثانية الخاصة بالأفلام والمسلسلات الكورية والآسيوية واللي يكون اسمها مستر كوريا مشاهدة ممتعة